انا اسمي واقل زكريا محمد في الاساس مترجم وصوفتوير ديفلوبر بشرف بانتمائي لفريق ممكن وانا احد مؤسسي فريق ممكن ده عبارة عن هندسة من اجل المكوفين بمعنى انه احنا عندنا مبادرة بتتكلم عن كيفية عمل ادوات وبرمجيات يستفيد منها اصحاب العقل بصرية طبعا احنا عملنا في ممكن كله مبني على العمل التطوعي لكن في نفس الوقت بنتصادف مع ناس مهمة لحقيقة مهندسين زي محمد اسلام محمد قام بتصميم ندارة الندارة دي فيها كاميرا من خلال الندارة دي يقدر الشخص يتعرف على خدمات كتير جدا جدا انا بدأت شغل في الندارة دي من زهنة 2010 ده الوقتي داخل على حوالي اربع سنين لنوصي شغل فيها بدأت اشتغل فيها في خدمات بسيطة في الاول بعد كده بدأت اقدم فيها خدمات اكبر من اللي كانت موجودة قبل كده انا زلت منها اربعة وعشرين خدمة دلوقتي اول حاجة الحماية للوية والتعرف على العملة بحيس انه يحط اي عملة قدام الندارة يقدر يتعرف عليها الجهاز يتقوله خمسة جنيه او عشرة جنيه او غيرها يقدر يتعرف على اجسام داخل منزل زي الكرسي او الترابيزة او الكمبيوتر يقدر يتعرف على العنكزة الكهربائية زي التكييف او الخلاط لو ست منزل عايزة تشغل في المطبخ يقدر يتعرف على المكان بتاعه دلوقتي فين بدل ما يسأل الناس المحيطة به بدل ما يقولهم انا مكاني فين دلوقتي وواحد يقول له معلومة غلط عن المكان ولو ما كانش عارف يقدر يسأل الندارة انا مكاني فين وندارة ترد عليه تقول له انت مسلا في سبعة شارع رفعة تعود مسلا كده يقدر يستخدمه في ارسال ندارة الاستغاسة لقدر الله حصائط له حادث او اصابة خارج المنزل بدل ما يتصل باهله ما يبقاش عارف يقولهم مكاني فين دلوقتي فيقدر يستخدم خدمة ندارة الاستغاسة داخل الندارة تبعت لاهله رسالة موجود فيها المكان بتاعه في خريطة ازاي يقدر يوصل له انا دكتور اسامة يوسف استاذ مساعد في كلية فون طبقية قسم التصميم الصناعي بجامعة حلوان والمفروض ان احنا بنتعاون في المشروع بتاعنا اللي هو مشروع العصى البيضاء مع فريق ممكن اتابع الاعلانات مصر مشروع العصى البيضاء ده بيعتمد اساسا على توفير تصميم قابل للتصنيع في مصر ان احنا نقدر نصنع ونصمم عصى بيضاء يستخدمها المكفوف بسعر اقل هي في الاصل عصى عادية جدا بيستخدمها الكفيف للاعلان عن انه هو فاقد للبصر عشان اي حد تاني مثلا لهو بيعبر الشارع يبقى فيه قائد سيارة مثلا او حتى الناس المشاعر العاديين يبقوا عارفين ان الراجل ده او الشخص ده اللي بيستخدم العصى البيضاء هو كفيف وفي نفس الوقت بتساعده على ان هو يعرف داتا او معلومات عن الشارع اللي هو ماشي فيه المكان اللي هو ماشي فيه عشان ما يحصلوش اي انزلاق او استضام كان الهدف الموضوع ان احنا نعمل حاجة تناسب مصر واحتياجات الكفيف جوه مصر فكان تقريبا مركزين على الجانب الاقتصادي او السعر بتاع العصى البدان هو هي بارخيص تعاوننا مع ناس كتير سواء اذا كان طبقنا الموضوع ده مع طلبة الغسم اللي هما كانوا في الفرقة التانية وخلناه احد مشروعات الخاصة بمادة تصميم العمل والارجونوميكس اللي بيدرسوها في التخصص وان شاء الله يعني مع نهاية 2014 هنكون وصلنا لتصميم قابل للتنفيذ في مصر ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا